كثير من الأوقات تم نتعرض لواعكة صحية متاجئة لجروحة، لحروق، للعديد من المواقف يلي ممكن تصير معنا أو مع أهلينا أو الأشخاص يلي حوالينا أغلبنا ما بيعرف كيف يتصرف أو ممكن ما عنده ثقافة صحية ومعلومات طبية عن أهمية الأسعافات الأولية بحياتنا ودوري كبير يا ريش اليوم لحتى نحت من أي مضاعفات قبل ما نروح للعيادة الطبية صحيح هادي مثل ما قلتي اليوم نحن معرضين وخاصة ضمن الظروف اللي عم نعيشها يعني بكارثة الزلزال كان مفهوم الإسعافات الأولية جدا مهم ولكن للأسف كان مفقود عن أشخاص كتير اليوم هاي الإجراءات البسيطة يلي ممكن نحن نقدمها لأي شخص ممكن يصاب بأي حالة مرضية قدامنا ممكن يكون طريق لنجاة لحياة أخرى يعني لابين ما وصل للطاقم الطبي المختص لهذا الشيء كتير مهم اليوم نحن يكون عنا وعي وثقافي صحية كتير مهمة بمفهوم الإسعافات الأولية ونحن اليوم بزمن الكوارث بزمن الحروب وما بنعرف بكرا شو ممكن يخبي لذلك خليها تكون هي عادة مثل أي عادة بحياتنا واروح لنتعلم شو أهم القواعد الأساسية بالإسعافات الأولية معلومات كتير مهمة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم هو الدكتور محمد هيثم فرحات أخصائي بطب الطوارئ والعناية المشددة سعد صباحك حكيم أهلا وسهلا بحضرتك صباح الخير صباح المصر صباح الفخر إن شاء الله والرحمة لأرواح الشهداء آمير يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا بحضرتك بداية يعني مثل ما ذكرنا الموضوع جدا مهم لما نتعرض لأي حالة مرضية معينة أوقات منقف عاجزين ما منعرف شو بدنا نساوي خلينا بداية أمل ما نفوت بتفاصيل الموضوع نتعرف نحن والمشاهدين شو نقصد بإسعافات الأولية الأسعاف الأولي شو يعني إسعاف أولي؟ من التعريف الإسعاف الأولي هو رعاية طبية فورية ومؤقتة بأدوات وخبرات علاجية بسيطة لحين وصول المساعدة الطبية النهائية وبالتالي نحن إفعال بسيطة ممكن تكون ممكن قادرين نساوية لحتى نقوم برعاية طبية الشغلة الأساسية لحين وصول المساعدة الطبية النهائية هاي الإسعافات الأولية مو شغط اللي بدي أقدمها أنه يكون هو طبيب أو يكون هو ممرض أو خبير هاي شغلات لازم كلها تكون عنا معرفة فيها الإسعاف الأولي هو ثقافة ثقافة عامة المفروض تكون كلها تكون على دراية فيها للأسف نحن ما عنا هالوعي الصحي لحتى نكون عنا دراية بمبادئ الإسعاف الأولي ولهذا الشي دكتور وخاصة بهذا الوقت يعني شفنا كيف الأحداث عم تتسارع بين كوارث طبيعية بين حروب بين نزاعات داخلية خلينا نروح للأساسيات اليوم كل حدا مصعف في مؤهلات مفروض يكون يمتلك غير المهارات الطبية في مهارات نفسية وجسدية يعني اليوم أنا لا أقدر أنا أقدم هيئة الخدمة للشخص مفروض يكون عندي مثلا خلينا نقولها بالعمي قوة قلب لحتى أقدر أنا أتحرك أو أقدم شيء الصحي هل نحكي عن الأساسيات المهمة ببناء المصعف؟ لا أنا أقول لك بالعكس الإسعاف الأولي هو شغلة كل هاتنا لازم نقوم فيها وبالتالي ما المفروض أن يكون فيه مؤهلات كبيرة هي شغلات بسيطة يعني أنا مجرد مثلا لا سمح الله أتبين جرح واحد دامني وأتبحوط بس شغلة نضيفة فوق الجرح بسكرة عليه هذا إسعاف أولي هذا كل هاتنا بنساعد بيه كلا هاتنا لازم نكون قادرين وقت يكون الشخص اللي قبال مننا شخص بالفعل هو غالي علينا ونحنا بدنا نساعده رح نقدر أن نساعده أنا هكا أقول لك الأوة النفسية يعني أحياناً تيد عاف يعني بيكون بمنظر ما يعني الأوة النفسية هي شغلة من تركيب الشخص ما شغلة ممكن يكتسب الواحد بالممارسة أو بالخبرة أو بالحياة فهي شغلة المفروض نوعاً ما يكون فيه التدريب عليها بس من الأسف ما فينا كتير نحكي فيها بس أنا بهمي الشغلات الأساسية لازم نعرفها أوقات الشخص ممكن يكون مصعف شخص غريب وقت الواحد لا سمح الله الشخص بيكون قريبك أو غالي عليك أنت ممكن تعمل الشغلات ممكن تخطر بالبالك صح نفسياً رح تقدر تعمل الشعات عاطفياً يعني الأساعدة فمشانيك أنت المبادئ الأساسية إنه شو غاية نحن من الإسعاف الأولي كما حكينا أول الشي رعاية مؤقتة الغاية منها أول الشي تعزيز الشفاء يعني الإجراءات التي يساوية ما بدأت ضر المريض بدأت تساعد بالشفاء موقزة للحياة هذه الشغلات الأساسية اللي بيعتمد عليها الإسعاف الأولي هالمبدأين الأساسيات وبالتالي هذه الشغلات تكون عنده معرفة وإلمام عام بيقدر يساوية سابقاً أذكر وقت كنا أطفال كانت هذه الشغلات ناخدها بالمدارس وقت كانوا يعلمون إنه إذا واحد وقع شو تساوي له إذا واحد أرصته حية وارصه عقرب شو يساوي هذه مبادئ أساسية للإسعاف الأولي المفووضة من الصغر من الزغر نحن يكون فيه تأهيل لإلها لحتى تصير عمل لا إرادي إنه وقت بيبعوا واحد دامني أعرف شو بيساوي معه واشلون أنقذوه واشلون قدم له الشغلات الأساسية فهي شغلات لازم تكون عندنا كلياتا وهي ثقافة عامة ونحن أنا كرئيس رابطة طباء الطوارئ والعناية المشددة أخذنا دور لنشر هالوعي الصحيب للإسعافات الأولية حاليا عم نصير إشراف على دورات الإسعاف الأولي اللي عم تصير بالبلد من قبل هالرابطة هاي لحتى تكون المعلومات التي تتقدم هي معلومات صحيحة لأن الإسعاف الأولي هي ثقافة عامة لازم كلها تكون عمنا درايفية تمام دكتور خلينا ننتقل نحكي عن الحالات اللي تستدعي وجود الإسعاف الأولي شو الأمراض أو شو الأمور الأعراضي اللي ممكن تظهر عندي وأنا لازم خلاص لازم يكون عندي ثقافة بالإسعافات الأولية الآن الإسعاف الأولي هو بيصير لحادثة المرض يبدأ بالتدريج بيظهر عليه أعراض هون أنا براجع طبيب بينما أنا وقت بصير مثلا قدام مني حادثة لا سمح الله واحد طرقته سيارة هاي حادثة مفاجئة هون بيكون دور الإسعاف الأولي مثلا وقت واحد تتألم من بطنه هاي حالة مرضية راح راجع طبيب قالبا بتكون الطبيب هو اللي حي إلي عليها بس الحادثة هي اللي بدها إسعاف أولي أول مبدأ وأهم شغلة بالإسعاف الأولي هو الأمان شو ما يعني نحن بالأمان؟ يعني أمان المصاب وأمان المسعف يعني مو معقول أنا أجي بدي أسعف شخص نكون بمصاب واحد نصير باتنين شخص موجود بنص الطريق طرقته سيارة أركض بدي ساعده تجي سيارة ترني أنا التاني صرنا اتنين شخص لا صمح الله غرآن وأنا ما كتير بعرف أصبح أنزل بدي أجيبه مشان ساعده ونصير رحنا اتنين فأول شغلة من أساسيات الإسعاف الأولي هي الأمان حافظ على أماني أنا كمسعف وأمان المصاب فمشان هيك أول شغلة من حاول ناخد المصاب لمكان آمن ما نكون معرضين للخطر لحتى بلش أدنين الإسعافات الأولية أول شغلة بقى من الإسعافات الأولية هي أنه تحافظ على طريق الهواء سالك أنك تتأكد أنه في تنفس أنه في دوران هاي الشغلات الأساسية معناتها أن هذا الشخص قدام مني في حياة أجهزته الأساسية قادر أن تعمل بوجود هاي الشغلات طريق الهواء والتنفس والدوران بعدين تبدأ في فتش على الإصابات اللي بدي أدعمها ريسما تصل للرعاية الطبية النهائية دكتور اليوم عم نعيش يعني خلال إذا انتقلنا لغزة اليوم في وضع خاص مأساوي خلينا نقول وشوفنا الأيام الماضية الكارثة اللي حصلت على المشفى يعني السنة نشوف أخبار أنه تم إجراء عمليات بدون تخدير تم إسعافات من قبل أطباء مختصين بالشوارع لعدم توفر المكان والأدوات الطبية اللازمة ونحن ما رأنا بكارثة الزلزال وكان في عنا إصابات بسبب عدم الثقافة الوعي بموضوع الإسعافات الأولية ما نعرف نحن شرون ما نتعامل مع الشخص اللي تحت الأنقاذ أو مصاب بجروح كتير أوية خلنا نروح لهذه الفترة إن كان نزاعات إن كان حروب إن كان كوارث طبيعية شو هي أهم الحالات اللي بتستدعي الإسعافات الأولية؟ أولاً كلها تنقلبنا مجروحة اللي عم يصير بغسية صحيح الوضع حنيك ووضعه كتير مأساوي خلينا نحن بالوضع الصحي أنا أتكون أمام كارثة أكيد في أشخاص اللي هن دور إنه يطالعوا الأشخاص من تحت الأنقاذ أنا دوري كمسعف نكت ما حكينا أول شيء الأمان إنه أنا وقت بدي إجي طالع حدا من تحت الأنقاذ رح عرض حالي للخطر في أشخاص هن دورهم بهذا الشيء هذا بس وقت بصير المصاب برا هون مثل ما حكينا السبات نحن الكوارث هي فيها ردود وهون نحن منخاف على ردود الجملة العصبية لأنه أنا إذا ما تعاملت صح مع ردود الجملة العصبية أنا بكون أمام أنقذت الحياة بس قد أدي لشلل دائم مدى الحياة عندها الشخصات لذلك أول شيء موضوع نحافظ على سبات العمود الفقري وخاصة العمود الرقبي أنه أي شغلة حافظ على أن العمود الرقبي يكون بشكل مستوي ما يكون في ميلان ما يكون في حركات مفاجئة للعمود الرقبي بشكل خاص والعمود الفقري بشكل عام حالات النزوف اللي هي حالات مهددة للحياة كمان أن يسيطر عن النزوف كيف يسيطر عن النزوف؟ مجرد وجود قطعة شاش نظيفة تحطها فوق الجرح هي كافية أنك مع الضغط المناسب هي كافية أنك تسيطر عن النزف لا يوجد داعي لحط الثقافات العامة اللي نعرفها نحط بنو نحط قهوة ونحط رب البندورة لتسيطر عن النزف هذا كلها تأجراءات خاطئة وبتسيقل الجرح مستقبلاً بطعة شاش نظيفة كافية بالحالات الشديدة جداً اللي بتأدي لا سمح الله لبتور الأطراف قد نلجأ أنه نمسك شيء ونشده على الطرف كلياته في حالات البتر فقط لا غير وليس في الحالات العادية أنه نشده الطرف كلياته فأهم شيء هو نحافظ على الحياة ونحافظ على السباتية بحالات الكوارث والردود والانهيارات نعم ودكتور ذكرت نقطة كثير مهمة أنه اليوم في إجراءات خاطئة وشائعة عند الناس اليوم بهذا الموضوع رح نرجع نضوع اليوم ولكن يعني بعد ما حكينا عن أهمية الإسعافات الأولية بحياتنا خلينا نوضح اليوم شو هي المعدات الموجودة بحقيبة الإسعافات الأولية شو هي الأدوات اللي لازم تكون موجودة اليوم داخلك البيت حتى نكون متأهبين وجاهزين لأي مشكلة ممكن تصير الأدوات هي أدوات بسيطة متوفرة عندنا كلياتنا بالإسعاف الأولية نحن نلجأ لقي شيء موجود بالطبيعة قدام مننا قد تكون شئفة خشبة اللي حتى نسبت فيها قد تكون قطعة قماش بس هذا لا يمنع أن يكون في عنا شوية احتياطات الاحتياطات هي ممكن تكون أربطة شاش ممكن تكون المسكينات البسيطة المراهم المضادة للحروق الموجودة هاي هي مطهرات ومعقيمات الجروح هاي الشغلات الأساسية اللي ممكن نتحضر أن تكون موجودة بس وقت يكون في إسعاف أولي أنا أي شيء ممكن استفيد منه لحتى قوم بالإسعاف الأولي طيب دكتور بما أنه بلشنا الفقرة بضرورة ثقافة الوعي ونشر ثقافة الإسعافات الأولية وحضرتك ذكرت أنه أنتو اليوم عم تروحوا لي كورسات لتعليم مبادئ الإسعافات الأولية خلينا نشرح أكتر اليوم اليوم مين الشخص اللي قادر يدخل بهاي الكورسات هل نحنا بشكل عام قادرين خلينا نحكي أكتر اليوم خلينا تكون إعلان من خلال شاشة الإخبارية كربال ناس يعني تستفاد أكتر أي شخص بيلاقي بحاله أنه قادر يقوم بها الشغلة هي بقدر يتوجه للكورسات هي لا بده لا شهادات علمية ولا بده مستوى علمي ومستوى ثقافي لأنه هي ثقافة حياتية نعيشها كلياتنا أي واحد فينا معرض هو عم يشتغل أنه تنطرق إيده شو بدي يساوي أنه يصير معه جرح شو بدي يساوي فهي كلياتنا بالتالي ما هي ليست بحاجة إلى أي مؤهلات في مراكز مختصة عم تقوم بدورات لتعليم مبادئ الإسعاف الأولي تحت إشراف مثل ما حكينا الرابطة السيوري للطب الطوارئ والعناية المشددة فيه يتوجه الشخص لألهام نحن ما بنا نحدد بالأسين بس موجودة عنا بالبلاد بياخد مبادئ الإسعاف الأولي بشكل صحيح عن طريقه قدام مدتها الدكتور؟ هلأ الكورسات عالميا مدتها تتراوحي بحسبوه بالساعات ما بين 24 ل 36 ساعة تدريب وتعليم دعونا نعطي أمثلة اليوم نوضح للعالم أهمية الإسعاف الأولي اليوم كثير من الأشخاص بحياتنا والشيشة عيالية ما نشوفه دكتور أنه ممكن يصير معه الشخص جلطة قلبية أو سكتة دماغية هون نحن منوقف متربطين يعني ما نعرف شو بنا نتصرف دعونا نوضح اليوم شو هي الحالة الصحيحة؟ هلأ بالنسبة لموضوع الجلطة القلبية نحن متأكدين أن الموضوع جلطة قلبية نحن كأشخاص عوام ممكن ما نعرف أنه جلطة القلبية بس شو هي عراض الجلطة القلبية؟ عراض الجلطة القلبية هي ألم بصير ألم صدري يترافق كثير أوقات ألم صدري بانتشر للزراع يترافق مع حز غسيان مع ليهة نفس مع تعرخ هون بشك أنا أنه جلطة قلبية ما في نأكد تشقيص لتصل المساعدة الطبية النهائية هن بأكدوا التشقيص أنا هون أهم الشي حافظ على هدوء المريض أهم الشي ما في داعي أنا إذا كنا متأكدين شخص معرّض شخص كبير بالعمر ممكن أعطيه فقط الأسبيرين أربع حبات أسبيرين كبداية هذا إذا كنت متأكد إذا كنت متأكد أكيد ما بأعطي هذا الشي إذا كنت متأكد تشقيص التشقيص هذا اللي يحطه الطبيب هذا الشي اللي أنا التعليم كيف متأكد؟ أنا أعرف أن هذا الشخص عنده صواب قلبية عنده احتمال كبير جيته الأعراض هاي الأغلب هو ممكن باشي ممكن أنه جايته قبل بمره حكيم بس إذا ما لي متأكد أكيد ما بلجأ لأي دول لأنه الإسعاف الأولي مو شرط يكون في أعطاء الأدوبي حفاظ على الهدوء ما خلي هذا الشخص هذا يتزل جهد لأنه الجهد بحتاج عمل إضافي من القلب أنا ما بدي القلب يشتغل عمل إضافي واتصل بالأشخاص اللي قادرين يقدمون مساعدة طبية إما أن أولى المريض للمشفى أو كادر طبي مؤهل هو اللي يجيل عندنا أكيد اليوم ما عم نشوف الكبادر الطبية موجودة ضمن سيارات الأسعاف يعني هي عم تعمل خطوية جدا إيجابية وكما قالت حاكم اليوم إذا نحنا معنا متأكدين تشخيص ممكن روح بالمريض لوضع أسوأ خاصة بالمواضيع الجلدات القلبية خلينا نرجع نركز على الظروف اللي عم نعيشها كثير من حالات الاختناق ممكن تصير بسبب القذائف بسبب النزاعات حالات من الجروح البالغة الإسعاف الأولى لحده موجود تحت الركام حدا بضمن أجواء غبرة كثير قوية يعني شو الإجراء الصح اللي نحنا نضمن أنه اليوم التنفس عنده صح الآن بالنسبة للأشخاص المحتجزين تحت الركام أو بأماكن مغلقة الشيء الأساسي هو الهوى المضيف هذا متوفر عنا متى ما طلعنا الشخص لبرة فبللس يأخذ هوا نضيف ما نتجمع كلاتنا حواليه بحيث أنه نعرف أنه كلاتنا بدنا نساعد بس أوات التجمفر هات بحاد زات ممكن يكون كارثة بالنسبة للمريض يخلي المجال مفتوح حتى يتنفس يتأكد مطريق الهواء مفتوح كيف يتأكد مطريق الهواء مفتوح؟ مجرد يتأكد أن الرأس على استقامة مع بسط خفيف للرأس مع مقول بسط كامل لأنه أنا هون بخاف يكون في أزيه أو رضع عمود الرقبي بسط خفيف للرأس رفع بدئاً أنا حررت مجرى الهواء الصدر عم يتنفس فأنا هيك كون أمنتها لأشخاص اللي كانوا محتجزين في مشكلة الاختناق أنه بلّشوا يأخذ هوا نضيف كان فيه إمكانية وصل فريق الإسعاف الأولي في دعم أكسجين هذا صار أفضل بس ما كان فيه إمكانية الهواء هو بحث ذاته هو كافي فقط لا غير بالنسبة للأشخاص المحتجزين والمعرضين لأموه ما كانت حالي هي موجودة دكتور نحنا معلنا معدات اليوم نحنا بحالة حرب أنا قلت هوا نضيف طلعوا هوا نضيف فقط لغير نحنا حركات من خلال إدينا نقدر ندعم الصدر بالنسبة للحركات أنا ردت محتجزين خفت من موضوع الردود أنا وقت أنا بدي أحرق له إيدي بحيث أن أعمل فرط تمدد لعضلات صدر لحتى يفوت الهواء ويطلع أنا بس بطعب ما أتأكد أن التنفس موجود والقلب شغال لأنه إذا هؤلاء موجودين في إجراءات تانية يساوي كيف يدعم الدوران فأنا بخاف من هذه الحركات هي تعمل حركة خاطئة على العمود الفقري فأنا بكفي أنه تأكد تنفسه جيد وهو نضيف أنا كافي بالنسبة للأشخاص المحتجزين تمام ويمكن اليوم حالات الاختناق عديدة وكتير إذا بنا نذكر الأنواع يمكن ما من نخلص اليوم ربات المنزل يلي بتلاقيهم عم يخلطوا الفلاش مع الكلور مع المعطر هون ممكن يؤدي لحالة اختناق ويسبب كتير مشاكل ثقا ما قلنا نتحدث عن الاختناق عند الأطفال دكتور هذه الحالة اللي زكرتية هون ما هي اختناق هي تخريش هون عم بصير تخريش تمجرى التنفس الهوال نضيف ومباشرة إلى المشفى لأنه هدون بحاجة لدعم تنفسي بحاجة لحتى تخفف من التخريش بحاجة لأكسوجين رطم بالنسبة عند الأطفال موضوع الاختناق غالبا هذا بيكون الأطفال بتعفئية شغلة ممكن يحطوه بتموه فهي بتسكر مجرى التنفس هاي النقطة اللي كنت عم قولة إن أمن إنه مجرى الهواء مفتوح أنا هذا الطفل وإلحط شغلة بتموه أنا شلوم بدي يفتحه إياه أكيد مو متل ما منشوف الأفلام نمسكو ومدحو على ظهره لا أنا بكفي إنه يكون بوضعية وقوف تقريبا حسب عمر الطفل شو اسمه؟ بوضعية وقوف تقريبا ميله لأدام أربع خمس ضربات على ظهره لحتى تساعد هالجسم هذا يتحرك وبأكد وضعية الميلان بشان إذا طلع يطلع لبره دغل مباشرة الجسم ما قدرت أحصل على إنه الجسم يطلع ممكن إلجأ لضغطات بطنية مع دعم الصدر لحتى نساعد نحن بناورة هملخ لحتى نعمل ضغط عالي داخل الصدر يدفع هالجسم خارج المجرى التنفس وبناوب بيناتهم رئيس ما يصل فريق الطبي المؤهل لها الإجراء هذا ما ما عطيه خود شراب مي ورم منه ممكن نزيد المشكلة إنه فكرنا المرأة لو كان الجسم موجود ضمن مجرى الهضم رح يمرق ما بأسر على التنفس بس إذا موجود مجرى التنفس نقطة المي ممكن كمان هي تفوت لمجرى التنفس أربع خمس ضربات ضهرية مع إيمالة الشخص نحو الأمام ضربات خفيفة طبعاً ما قدرنا ضغطات بطنية على الحجاب الحاجز تماماً على الحجاب الحاجز تقريباً حتى تساعد وترفع الضغط مو أكتر من هيك عند الأطفال دكتور خلينا نستفيد من الوقت ونروح للأخطاء الشائعة بالإسعافات الأولية شو أهم الأخطاء اللي ممكن حضرتك كطبيب طوارق بتسمع فيها نحنا عم نرتكبع بلكن بشكل عفوي ومن محبة خلينا نقول يعني خلينا نضوي عليها أول خطأ بالنسبة لحالات الجروح بصير فينا كتير أوقات أي شخص معرض لجرح بيقوم بجرح طبعاً نازف الأشخاص مباشرة يجب أن يضعوا عليه شغلات لحتى فكرهم يوقفوا النزف النزف لا يخوف كمية الدم الكبيرة هي اللي ممكن تأثر على الدوران هذا النزف اللي بصير غالباً هو نزف بسيط أنا كافي إنه شئفة شاش أو ماشية نضيفة أضغط على الجرح كافي إنه تسيطر على النزف أد ما كان كبير حتى لو كان نزف بوعاء كبير الضغط الشديد بيوقف لي هالنزف فما في داعي يحط شيء فوق النزف هاي واحدة من الأخطاء الشائعة حروق ونحرق حدا مباشرة رب البندورة والعسل ومعجون السنان مي فقط لا غير ماء وشاشة نضيفة كافية إنه تبرد الجرح الشغل الثاني حالات التسممات وخاصة عند الأطفال شرب مثلا بنزين أو مازوت أو مباشرة بيقول لك عطيه مي عطيه حليب أو خليه استفرغ والكارسة عندي استفرغ لأنه هي مواد طيارة ويأتي بيجي لطفل هاد بيستفرغ وبتفوت على الرئة بتعملي أنا زات رئة كيماوية وهي مشكلة أكبر فأنا هذول الأشخاص اللي تعرضوا لأنه شربوا هالمواد هاي لا تعملوا أي شيء بس خدوا لأقرب مركز صحي لأنه هالمواد هاي رح تطلع مع الهضم ما رح تأثر عملة الأزية وهي فايتة ما في داعي تترجع تكرر الأزية بس كيف دكتور مصنع بالمواد الصامة بتخل الجسم يعني هي أديمة أنه حليب أولا بعن يعني أنه ممكن ما يخلي هاد المادة تنتشر بالجسم هلا هو مو ما يخلي المادة تنتشر أنا هون اللي بصير إني بلجأ أني مدد هالمواد هاي لحتى تخفف من تركيزة هاي الغاية مننا أنه لا يوجد مواد نوعية خصوصي لحتى أعطيها لحتى تعاكس عمل هالشغلات اللي أخذناها عن طريق الخطأ ويمكن دكتور لسه في الأشخاص الكبار بالسلماء ذكرنا عنهم ختاما وبشكل سريع اليوم قدموهم نحنا ننتبه لأدويتهم ننتبه إذا في عندهم ارتفاع وانخفاض بدغت الضم نعرف وضع السكري عندهم بالنسبة لهدو الأشخاص الكبار بالعمر كتير أوقات بصير عندهم خربطة بالأدوية لأنه يكون أدويتهم كثيرة هلأ هون وقت نحنا صرنا عن الدواء أخذوا بالغلاط أنا معد فيني بالبيت طلعوا بشكل مباشر هون أنا ألجأ للفريق الطبي لحتى هو يساعدني تأثير الدواء ما رح يكون مباشر مو موقت بيأخذ الحب مباشرة رح يصير التأثير لبين ما تصل للأمعاء ويصير امتصاص في وقت الطبيب قادر أنه يتصرف معه الكبار بالعمر كتير بهمني أن أكد على حركتهم لأن الحركة الخاطئة ممكن تؤدي لك سورة عفوية عندهم تكون حركتهم بطيئة ما يعملوا حركات مفاجئة بدنا نشكرك دكتور محمد لحضورك اليوم لكل المعلومات اللي ذكرت اليوم جدا نحن نكون بواعي كامل ما شاء الله يعني نحن ما منحتاجها ولكن هي ضرورية شكرا شكر موصول للكم والله يعطيكم العافية على مساعدتنا بنشر هالثقافة الصحية اللي هي أساسية لألنا كلياتنا بكل الأوقات وخاصة بها الظروف هاي ظروف الحرب وظروف الكوارس العمل أكيد نشكرك كتير دكتور وعلى كل المعلومات الطبية المهمة اللي قدمت اليوم أهلا وسهلا فيك شكرا دكتور